منورات إضافية وحضور إضافي في المنطقة الشمالية ولكن هذا ضمن خطة الاستجابة لأنات حضرة الأمين العام هل هناك لحظة تعتبرها الآن مليئة بالأحاسيس في هذه الولاية الخاصة بكم؟ أنا ممتن وأنا فخور بشغل هذا المنصب الآن مع الترحي بفنلندا كعضو بكل ما الكلمة من معنا في التحالف هذا أمر مهم للتحالف لفنلندا وأيضا للمنطقة البلطيق والمنطقة السكندينفية ونحن نعرف ونقرب أهمية فنلندا لأمن هذه المنطقة وإن فنلندا تأتي بإمكانات متقدمة جدا قوات ملحوظة جدا وأيضا هذه الصناعات الدفاعية المتقدمة جدا التي تضعها في متناول التحالف وأنا من النرويج وقد عملت مع القادة ومع السلطات الفنلنديين لسنين خلت ومنذ بضعة سنوات كنا نفكر ونقول أنه لا يمكننا أن نتخيل أن تكون فنلندا عضوا في التحالف والآن تغير الوضع وهذه لحظة نعم تاريخية وهذا يبرهن بالفعل أن فنلندا دولة مستقلة ذات سيادة تقوم باتخاذ قراراتها السيادية وهي الآن تنضم إلى هذا التحالف الديمقراطي بالإضافة إلى البلدان الديمقراطية ذات السيادة الأخرى ماذا عن الضمانات الأمنية لناتو التي تطبق على فنلندا وما هي الفوارق بين السويد وفنلندا في هذا الصدد ما يجري اليوم مع هذا الانضمام الفنلندي الكامل للتحالف وهذا يعني أن هذه الدولة ستشارك مشاركة فعالة وتامة كعضو في كل اجتماعات الناتو وأنشطة الناتو والهيكليات العسكرية والقياضية وكل أجزاء كل هذه المخططات والهيكليات للناتو المدنية والعسكرية منها ولكن بشكل أكثر أهمية ومن خلال كونها عطوا أن فنلندا ستحصل على هذه الضمانات بناء على المادة الخامسة الكل لجميع والجميع للكل ومنذ اليوم هذا يطبق على فنلندا وبكل تأكيد هذا أمر يدعم ما جرى في السنة الماضية لأنه ومع إقيام الحلفاء في إقامة مدريد في يونيو من السنة الماضية عندما اتخذ القرار بدعوة أسويد وفنلندا قام البلدان بعرض هذه المواقف الأقوى حيال الناتو بالمقارنة مع الماضي والسويد هذه الدولة التي لم تصبح عضوا كاملا حتى الآن هي قريبة جدا من هذا الموقع كدولة مدعوة تشارك في الاجتماعات الخاصة بالناتو وأيضا بالهيكليات الخاصة بالتحالف ونحن في صدد تطوير تدعيم للقدرة والإمكانات من ناحية الأنفاق الدفاعي إذن السويد دولة قريبة ولكنها لم تصل إلى الخطوة الإخيرة للتصديق عليها من قبل كل الحلفاء ونتحدث عن السويد ردا على سؤالكم بكل تأكيد هذا يوم تاريخي رائع لانضمام فنلندا ولكن نحن نود أن نضمن أن يطبق ذلك على السويد أيضا ونحن يجب علينا أن لا ننسى أن كل الحلفاء وافقوا على دعوة هاتين الدولتين والآن فيما تعلق بالسويد نحن ننتظر التصديق من قبل كل الحلفاء وأنا التقيت بالرئيس أردوغان منذ بضعة أسابيع وتحدثت إلىه مؤخرا عبر الهاتف ونحن اتفقنا أولا على ضمان كون فنلندا عضوا تاما وهذا أمر أنجزناه لكن أيضا اتفقنا على إعادة أطلاق الآلية الثلاثية الخاصة بالسويد من أجل أن ننضي قدما في التصديق على ملف السويد إذن الآن باتت السويد في موقف أفضل بكثير وفي مكان ومركز أفضل بكثير فيما يتعلق بالتصديق سؤالا للتعقيب أغلبية الدول في الجناح الشرقي تود الحضور الأجنبي فيها من قبل الدول الأخرى الحليفة هل سيطبق ذلك مع إرسال قوات فنلندية مثلا إلى هذه المنطقة هذا قرار بيد فنلندا في حال ودت أو أرادت القيام بذلك وبكل تأكيد ما لدينا في الكثير من البلدان مناورات جوية وبحرية وأيضا حضور بحري وجوية من دون الحضور المستمر لنا وهذه المسائل التي سنتحدث بها مع فنلندا ماذا عن الحدود في الواقع هذه نتيجة للحرب العدائية لبوتين ضد أوكرانيا هذا أمر لم يحدث في التاريخ وهذا يبرهن لنا عن وحشية هذه الحرب وما يمكن أن تتركه الحرب من وحشية في النتائج على البلدان وهذا يذكرنا بالحروب التاريخية وبالتالي الرئيس بوتين لم يهدد فقط أوكرانيا ولكنه هدد كل دولة أوروبية ودت أن تتخذ هذا القرار السياد بالانضمام إلى الناتو وبناء على ذلك قررت فنلندا الانضمام والآن هذا ما يدعم الناتو وما يدعم الأمن في فنلندا التي أصبحت عضوا تتمتع بهذه الضمانات الأمنية المشتركة وإن الهدف من الناتو ليس للمشاركة في النزاعات ولكن لدرء النزاعات وأي إخطاء في الحسابات يعتبر أمرا خطرا والآن مع هذه العضوية التام نحن ننفي أي مساحة للإخطاء في الحسابات فيما تعلق بالدفاع عن فنلندا من قبل الحلفاء وهذا ما يدعم أيضا موقف الناتو كتحالف أشعر أن استجابة الناتو على هذه التصريحات لبوتين عن الأسلحة النووية في بلاروس أنها ردت فعل متواضعة فلنقول كيف تعلقون هذه السرديات النووية التي يعتمدها الرئيس بوتين في السنة الماضية وقبل هذا أمر متهور وخطر وهذا ما قلناه ورددناه وكررنا إن الحرب النووية لا يمكن الكسب فيها ولا يجب أن تخاض أصلا وهذا ضمن جزء من إمكانتنا الدفاعية والخصبي الردع ولا يمكننا أن نتوقع ما تقوم به روسيا ونحن نراقب هذه المواقف النووية المتعلقة بروسيا وهذا أمر لم نرصده حتى الآن من أجل أن نغير نحن أيضا موقعنا ولكن نحن نراقب ذلك عن كثب ونتخذ كل الخطوات المناسبة من أجل تدعيم الإمكانات الردعية أو الرادعة ولكن مجددا نحن لا نود أن نخلق النزاع ولكن أن نضمن وأن نصونا السلام من دون أي إخطاء في الحسابات من أجل الدفاع عن الحلفاء لأن الحلفاء يمثلون أكثر من 50% من القوات العسكرية حول العالم ونحن نود أن نضمن عدم قيام أي هجم ضد أي من الحلفاء شكرا جزيلا نلتقيكم لاحقا شكرا جزيلا نلتقيكم لاحقا شكرا جزيلا نلتقيكم لاحقا لنوى لاحقا شكرا